أراكم تشوفوا بأن الأمور بدأت تطرح بعيد في الحقيقة شفنا قبل ثلاث أيام ربع أيام كنت ناقشتها معكم هنا كيف أن بوتين في تصريح غاضب جداً أمام دوما البرلمانس الروسي قال سنستخدم سلاح ما سمعوش به من قبل ولا يمتلكونه تهديد واضح وصريح باستخدام سلاح دمار شامل ما قالش إذا سلاح نووي أم لا لكن أكيد أن سلاح مثل هذا يتحدث عليه هو مرجح أنها سواريخ بعض يعتبرون أنها سواريخ فوق ما فوق الصوت أو أسرع من الصوت وأنها تكون حاملة للروس نووية أو بعض حتى يعتقد أن ربما سواريخ من نوع خاص ولكن على الأرجح تكون حاملة لدمار شامل لأسلحة الدمار الشامل WMD لكن ما شد قبل ما نروح للموضوع أنت على الأخر وما شد انتباهي هو أنه قناة العربية التي هي قنوة بن سلمان هذا خائل حرمين دايرا مع لفروف هما طبعا هذه الدول الخليج هما لعبة في يد الأمريكان ولولا الأمريكان لو كان لهم أو قال لهم ترامب قبل ثلاث سنوات قال لهم السعودي قالوا كون ميش الماريكان كان لكم قاع في طهران كان لهم بدوكم أسرة في طهران وهذه حقيقة سواء تديهم طهران ولا تديهم تركيا ولا تديهم الهند هذه الدولات صنعاها الاستعمار الإنجليزي وتعمدها بالرعاية الإمبريالية الأمريكية والإمبراطورية الأمريكية لكن إلى هذه المرة وكانهم خارجين وكانهم تمرد على السيد فالمريكان مخلينهم فهما تحس باللي في قناة العربية وسكاي نيوز وكل هذه القنوات تابعة للدولة المسخ ودولة بن سلمان كانها معارضة للأمريكان وجيد جيد أنا أتمنى أنهم يخرجوا من تحت القبضة الأمريكية لكن هي كلها الألعاب فالمهم لفروف مع قناة العربية ظهروا كأنه ينكت حتى أخبرهم نكت وقالهم أنا شفت حاجة جاتني في تيليجرام دعنا نقرأها لكم قال أنا شفت حاجة في تيليجرام وبدأ يقول لي والشرف قال لك أنه قال لفروف خلال مقابلة تلفزيونية ثم رسالة مثيرة لاهتمام طلعت عليها في تيليجرام وهي من الشرق الأوسط على فكرة تقول إذا كان لا يمكنك النوم بسبب النزاع الروسي الأوكراني فهناك بعض النصائح لتهديئاتك ما هي بين هذه النصائح وتابع على فروف أولا عليك أن تتخيل أن ما يحصل في أوكرانيا هو يحصل في إفريقيا بمجرد ما تتخيل أن اللي يحصل في أوكرانيا هذوك اللي رام يموتوا بل هذوك موش عيني نزرقه وشعر صفر وبيض وفي أوروبا تصور أنهم في إفريقيا فلن يحدث لك شيء يعني فارق أموال فين يقتلوهم بالآلاف في حرب رواندا وبورندي فقط مات أكثر من مليون كيلي يقولوا زي جملائين ما بين روانديين الهوتو توتسي اللي هما يسكنوا في رواندا وفي بورندي وتقاتلوا قبيلتين كبار وتقاتلوا في مبينتهم ودخلت فرنسا وبلجيكا إلى آخر وكانوا مقتلة بأكثر من مليون كيلي تكلموا على 2 مليون والدور الفرنسي معروف فيها حتى الدور البلجيكي تخيل أن هذا يحدث في الشرق الأوسط تخيل أن أوكرانيا هي فلسطين وتخيل أن روسيا هي الولايات المتحدة ايه قالوا تخيلوا أن روسيا هي الولايات المتحدة اللي ضمرت العراق مثلا العالم ما تحركش ما تكالش بما فيها روسيا ما تحركتش بالمناسبة لا العراقيين وكثير من العقلة العالم وفي العالم العربي والإسلامي الناس تحركت واحتجت وتظاهرت لكن أنظمة عميلة فأمريكا دخلت للعراق من الكويت ومن السعودية ومن الإمارات ومن قطار دخلت من هناك من القواعد انتاحة يعني لكن هو حب يقول لهم أنتوا معلش راكم معلش بالنسبة لأوكرانيا قايمة القيامة هتخيلوا بلي فلسطين كما را يدير فيها الكائن الإسرائيلي أو العراق كما درت في الولايات المتحدة لا يا سيد لوفروف هذه المشكلة اللي راكم ارتكبينها المشكلة أن غزوكم لأوكرانيا اعتقدتوا أنه سيكون مثل الغزو الأمريكي للعراق أو مثل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أو مثل الحروب التي لا تنتهي في إفريقيا أو ما حدث في سوريا وطبعا دور روسي إجرامي جدا في سوريا لكن مش وحده باش نكونوا منصفين الأخرين أيضا أجرموا مثلا الولايات المتحدة أطبقت والروس ذكروها قبل شهر حتى بوتين قال لهم قال لهم أنتم هدمتوا الرقة تماما بالفعل مدينة الرقة هدموها تماما لأن ما يسمى بداعش أنا ذك قالت هذه العاصمة انتاحة في الرقة لكن اللي ارتكبوها خطأ وهنا من خلال هذا التصريح لدارو لافروف تأكد أنهم في الحقيقة هذا هو اللي كانت تفكير بتحهم السابق أنه في النهاية الغرب راح يغضب شوية يدرنا شوية عقوبات كما دارونا في 2014 بعد ما قضم شبه جزيرة القرم الكريمي داوها الروس الغرب دار عليهم عقوبات وكذا عقوبات محدودة هكذا تعطف الضو ومشي حالك يعني فهما كانوا يظنوا هذه كانوا يظنوا هذه وثاني كانوا يظنوا حاجة أخرى كانوا يقولوا احنا هذه عملية عسكرية خاصة انتمما الحد الآن روسيا ما تسمياش الحرب على أوكرانيا أورانا في حرب مع أوكرانيا تسميها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا فكانوا يسموها عملية عسكرية خاصة فبها الآن رايقرب تتحول إلى حرب عالمية ثالثة وحرب نووية محتمل جدا الآن هذا هو الخطأ اللي ارتكبوه وكانوا يظنوا أيضا وهذه أيضا غلطهم الأمريكيين إما غلطهم عن قصد أو حتى الأمريكيين كانوا غلطين كانوا يظنوا باللي كيف وحكومة كيف ما تشتش ثلاث أيام وتسقط وش كانوا يقولوا أنا ذاك الأمريكيين لا لا هذه مش بعيدة يعني كلكم تتذكروا يقولوا سندعم أوكرانيا لكي تحافظ على استقلالها ولكي كانوا يخلاص عارفين باللي روسيا ستبطيح بالنظام الأوكراني ستضع نظام أوكراني تابع لها والغرب يدخل يتفاوض معها باش تخلي شوية حريات لهذا النظام الجديد ما يوليش تابع لها تماما مثل بيلوروسيا روسيا البيضاء كان هذا النقاش أنا ذاك وقالوا نديروا عقوبات على الروس لكن تغيرت المعطيات بعد ما شافوا أن هذا الجيش الأوكراني في الحقيقة يقاوم اللي يثبت الآن وانا نقرأ من مصادر الآن روسية أو برو راشن يعني أو قريبة من الروس هو في الحقيقة موش الجيش الأوكراني اللي يقاوم هو الجيش الروسي اللي فشل فشل ذريع كلكم تتذكرون تلك القافلة اللي قالوا فيها 70 كيلومتر بتاع معدات ودبابات وراجمات وحاملات الجنود 70 كيلومتر تقدروا ترجعوا لها يعني يليت المساعدة اللي راح يشوفها وعنده في فيديو يبعثها هذهك هذهك القافلة وان كانت رايحة كانت رايحة الكيف حبست قبل 20 كيلومتر من الكيف ما قدرش تدخل لماذا؟ لأن كان هناك عجز في اللوجيستيك في الدعم وكان هناك عجز في الدبابات اللي كثير منها ما قدرش تمشي وكان هناك عجز في تغيير الجنود اللي مرضوا ولا اللي خافوا ولا اللي أصيبوا ولا اللي يحكمهم الرعب كان هناك عجز لمجمعين عليه اليوم خبراء العالم العسكريين مش الغربيين فقط آم المناسبة حتى اللي قراب من الروس أن الفشل لا يعود لقوة المقاومة الإكرانية كانت لبس بها قالوا كانت لبس بها لكن لم تكن قوية جدا لأن الجيش الروسي أقوى من أوكرانيا من الجيش الأوكراني عشر مرات لا يمكن أن يصمد جيش أصغر عشر مرات أمام جيش أكبر منه عشر مرات قالوا هذا نابع من طريقة القيادة اليوم كنت نقرأ في تقرير عسكري متخصص يقول أنه واحدة وهذه عندنا في الجيش الجزائري بالمناسبة نفس الشيء لأن الجيش الجزائري رهو كالكي رهو كوبي على التنظيم الروسي قال لك واحدة من أكبر الأخطاء داخل الجيش الروسي واللي الآن رم يكتشفوا فيها لكل المتابعين هو أن القيادة تعود لشخص واحد يعني جنرال في ديستريكت في ناحية عسكرية هو اللي يقرر كل شيء الجيه أوامر من موسكو يعطوله يعطوله الفكرة الاستراتيجية والقواعد الاستراتيجية لكن التكتيك العمل الأخر هو اللي يقرره وأنه ما فيش إشراك لعدد آخر من القيادة ومن الضباط وأنه عدم إشراكهم ما يخلوهمش يفهموا طبيعة المعركة وطبيعة حتى تنفيذ الأوامر وأنه عندهم نقص أيضا في الضباط الوساطيين عندهم بزيف ضباط بيرتب عالية ثم ضباط صغار لكن في الوسط عندهم خلل وأن هذا الخلل خلل الأوامر وأنه تمشيش كما يجب وأشياء أخرى كثيرة يعني ما ندخلكمش فيها لأنه عند ذات طبيعة عسكرية لكن الخلاصة انتاحها كلها قالوا أنه ليس الجيش الأوكراني هو اللي كان قوي الجيش الروسي اللي كان يخاف منه العالم باعتباره ثاني جيش أقوي في العالم ظهر بأنه جيش ضعيف وأنه ما عدا السواريخ وضربات ساروخية لا الطائرات ولا الدبابات ولا القتال كان كما كان يتوقع من ثاني جيش في العالم وأنه كثير من دباباته مشات خمسة كيلومتر عشرين كيلومتر مئة كيلومتر وتوقفت ولم يكن إمكان هناك لإصلاحها وأشياء أخرى كثيرة هذا الثاني جيش في العالم ولذلك تراجعوا من السيطرة على كيب وصناعة حكومة موالية لموسكو ورد الغرب بحيث لا يزيش يقرب منه إلى الآن رغم يقاتلوا على الدونباس دونباس وشنه هي هي عشرة بالمئة من مساحة أوكرانيا وكان كل هذه المعركة في ماريو بول واللي ماتوا فيها أكثر من عشرين ألف تقريبا نفس العدد اللي ماتوا فيه في حلب نتيجة القصف الروسي وقصف البراميل تعب الشار هذا في النهاية خلاهم يرجعوا إلى المنطقة فقط إلى يقدروا يسيطروا على الدونباس ويربطوا الكريمي مع منطقة الدونباس عن طريق ماريو بول هذا يطرح أمامنا السبعين ألف سؤال نحن لأن تنظيم الجيش الجزائري رهو كالكي على الجيش الروسي ولأن السلاح تعالروس طبعا سلاح الروس اللي قاتلوا به الروس ما بعوناش كله يعني كاين أسلحة الروسية ما بعتاش للجزائر مثل الاس 400 ما بعتاش للجزائر على سبيل المثال كاين طائرات معينة تعالسوخوي أو طائرات استراتيجية اللي هي تعالي أيضا اسيو اللي هي أيضا سوخوي أو اسيو ما بعتاش للجزائر بمعنى وش رهي تبيعنا روسيا في الحقيقة أحيانا هو السلاح من درجة ثانية درجة أولى خلتوا ليها وبعتوا للصين وللهند مثلا ما فيش صناعات عسكرية ما بين الجزائر وروسيا لكن روحوا وشوفوا عند الهند الهند مشاركة في الصناعات العسكرية الروسية بمعنى أن الروس ينظروا إلى الهند على أنهم شركاء ينظروا إلى الجزائر على أنهم زبائن وزبائن متخلفين زبائن تعرشوة غير يدوم يحطهم في فنادق ويخللهم يجبون لهم شوية شهوات وملذات يسنيون لهم على كلش ويعطلهم شوية طبعا ويخلوه في بنوك هناك أو يحولوا للإمارات أو يسنيون لهم على كلش فواحدة وأنا من هنا أطلب أحرار الجيش أمش الأحرار خلنا نقوله المهنيين تعالجيش الجزائر مهنيين فقط تعالجيش الجزائر يجب أن تأخذوا كل النتائش من هذه الحرب لأن الجيش الجزائري سيقوم بإمكانك على الجيش الروسي وإذا كان الجيش الروسي بكل ما لديه بما فيها الأسلحة التي لم يبيحها الجزائر غرق مع الجيش أصغر منه عشر مرات فلازم تفكروا مليه وتطرحوا الأسئلة الجوهرية في انتظار أن تقوم دولة الشعب هل السلاح الروسي يصلح؟ هل التنظيم لأننا نطبقينه يصلح؟ هل وجود قائد واحد والخرين كلهم ينفذ ويصلح؟ إلى آخره إلى آخره من أسئلة عسكرية وقضايا عسكرية لكن الأكيد أننا في الأسبوع العاشر وأن ثاني جيش في العالم فشل أمام عاشر جيش في العالم وأن الشهرين اللولين الأمريكان والبريطانيين كانوا يعطوه في أسلحة باش يشد أمريكان والبريطانيين والألمان حتى قبل أسبوع كانوا ما زال يعطوه للأوكراني سلاح وخايفين لا يتحفظ الروس ومنذ أن تلاقاوا في قبلها بشوية الحقيقة قبل ثلاث أيام أو أبع أيام في قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا قروا بأن أوكرانيا مش فقط ترد العدوان قال الوزير الأمريكي للدفاع قال أن يمكن لأوكرانيا أن تنتصر وقال لهم الانتصار قال لهم هؤلاء القوم أي قصد الأوكرانيين يعطوهم بأنهم سينتصرون وقال لهم أول شيء في المعارك الحربية هو أن تعتقد أنك ستنتصر أي أن تكون لك قضية وقال لهم سندعمهم بكل ما لدينا الآن ولذلك خرج بايدن وقرر أن يعطي 33 مليار دولار للأوكران منها 20 مليار دولار لأسلحة فقط واش دروا الألمان الألمان دستور تاحا نتيجة الحرب العالمية الثانية يمنع عنها التدخل في الحروب الألمان كانوا مترددين مترددين لأسباب متعددة لأسباب الحرب العالمية الثانية للعقدة التي لديهم للضغوطات الغربية الآن الألمان داخلين بدبابات هي من بين الأفضل في العالم بدبابات مضادة للطيران وأسلحة أخرى الإنجليز مدوا أسلحة هجومية على الروس والآن في القرارات هذه في الدول هذه في بيرلين كما في باريس كما في لندن كما في واشنطن كون ضدهم هذه دول استعمارية كون ضدهم كما تشاء لكن القرار عندهم الآن يجب هزيمة روسيا وإضعافها وخرج وزير الدفاع قال لك حتى لا تعتدي على بلد آخر هذا اللي خلى بوتين يغضب بشدة ويخرج يهدد بأنه سيستعمل سلاح لم يستعمله من قبل والآن في الغرب الآن كلهم يتكلموا على احتمالات قيام حرب عالمية ثالثة أصبحت ممكنة من قبل كانوا يقولوا unlikely very unlikely highly unlikely الآن ولو يقولوا likely ممكنة محتملة بدون ما ندخل في تفاصيل أخرى باش نبقى ويبقى نشوية وقت للموضوع بتاع شنغريحة ونتاع نزار ونتاع خلونا باش نربطوه قبل ما نروحوا لهذه كلمنا البارح لو البارح في اللايب الأخير تكلمت على أنه شنغريحة لما رحنا وكان يخطب لقاء مع السيدة الفريق الأول السيرجي الشوي وزير الدفاع فديرانية روسيا لأبلغته تحيط وتقدير رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عمجي تبون إلى السيد ما كاش واحد يسمع فيه مش مشكل ما كاش واحد يسمع فيه المهم كان يقرأ في خطاب مكتوب له باشي قلت أبلغت بوتين تحيات تبون إلى آخر إلى آخر لكن كما قلنا هذه كانت في جوان وقلنا أن أنا ذاك الروس كانوا غاضبين جدا بعد ما بدأ قائدي بيعطي الجنح الفرنسي الجنح الغربي داخل الجزي الجزائري بدأ في إرسال قوات خاصة وقوات مخابراتية جزائرية للعمل مع الفرنسيين في مالي وأن أيضا غضب بوتين يومها لما خرج تبون وصرح لقناة الجزيرة وقال لهم إحنا كنا لن نترك طرابلوس تسقط في أيدي المرتزقة والمرتزقة هنا مقصود بهم فاغنر وفاغنر هي قوات مرتزقة أو ميليشيات تابعة لبوتين يرأسها يقولوا يرأسها الطباخ الشخصي انتا واسمها فاغنر حتى هذا الاسم هو اسم لموسيقار ألماني كان هو الموسيقار الأول اللي حبه هتلر باش يوريك حتى قضية النازية ما النازية هذه عند بوتين والتلاعب بالكلمات هذه لما رجع شنغريحة كانوا يستنى في أي فرصة باش يقلب الموازين لأنه الروس كانوا غاضبين جدا وشنغريحة هو يرأس الجناح الروسي داخل الجيش جزائري فالجنرالات اللي هم أقرب إلى روسيا غاضبين من الجنرالات اللي هم أقرب إلى فرنسا اللي يقودهم قايتي جات فرصة اعطها لهم ماركرون في بداية أكتوبر عندما سب وقال الجزائر هذه لم توجد وفرنسا هي اللي صنعتها لكن هم ما غضبوش على هذه غضبوا لما قالهم انتم ريجيم بوليتيكو ميليتير هذا نظام عسكري سياسي وتبون حاصل فيهم سكين وإلى آخر غضبوا بشدة كانت فرصة للإيطاحة بعدها بشهر بقايتي سحبوا السافير إلى آخرية شتوا قاعدك اللي يشدروه لكن الهدف بالنسبة لشنغريحة والجناح الروسي داخل الجزائري كان التخلص من الجناح الفرنسي لأن فرنسا هجمتهم بقوة وخاصة أن بوتين قال لهم أنا لن أقبل أنا بيعكم أسلحة وانتم تروحوا قاتلوا مع الفرنسيس في مالي وفي أنا نجي المالي عاونونا ننجي المالي وبالفعل جاءوا المالي وشفتوهم قالوا سواح جيل تمرست لكن في الحقيقة هذو كانوا نساء ورجال يقاتلوا في فاغنر ودخلوا من جهة الجزائر إلى مالي ودخلوا من جهات أخرى أيضا في حوالي تقديرات تقول أن في حوالي ألف عنصر من فاغنر في مالي بالمناسبة ذكرت الأخبار قبل أسبوعين أو عشرة 12 يوم تقريبا من أنهم قاموا بمجزرة فيها 300 ألف عفوا 300 شخص مالي نساء ورجال وأطفال ذبحوه وقالوا أنه كانوا فيها الفاغنر وفيها الجيش المالي وهذه ما فاتتش على العالم وما انتشرتش لأنه حرب أوكرانية العالم هم مهتم بأوكرانيا يعني فتغيرت المعطيات وعندما بدأت الحرب بدأ بوتين الحرب في 24 فبراير الماضي كانوا فرحانين جداً في الجزائر لأن الدعاية الروسية كانت تقول عمليا عسكرية عمليا عسكرية ندو كييف وهكذا نوقف الغرب الأخير الجماعة نتع الروس في الجزائر شنغريحة وصحاب وكانوا فرحانين كانوا يصهروا وكان بوتين دارها أخيراً وكانوا حتى يعني جاتني بعض لحكذا حكاية هكذا كانوا فرحانين الدرجة قال لك يخبطوها ما يفقوش قالوا مؤخيراً دارها بوتين هذا وش كنا نستنى وكان لازم يدر هذه وبعدين هذه مليحة نشوفوا نحن ثاني السلاح هذا الروسي كيفاش دير إلى آخر هالأمور تبدلت ما ولاش يومين ولا ثلاثة ولا أسبوعين ولا شهرين وبوتين غرق في أوكرانيا بعض من الناس يقولوا لينتارك وكانك ضد بوتين لأنه النظام الجزائري لا 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 ممتعش علاقة بهذه أنا نتكلم ونعطيكم معطايات فيما أعرف وفيما أعتقد أنه الحقيقة يعني ومعطايات نحللها من وجهة نظري وأنا نشوف بأن هذا الغرب لن يسمح له لأنه كون يسمح له الغرب ينتهي لماذا ينتهي؟ لأن الصين ستفعل نفس الشيء وهذه اللي ما فهمهاش بوتين ولي ما فهمهاش حتى لوفروف لما كان هو ينكت معهم يقول لهم هذي علاش الناس تقلق في أوكرانيا ها تقلقوا على فلسطين وتقلقوا على العراق وتقلقوا على إفريقي لا ما فهمهاش هو بالنسبة للغرب الخسارة في أوكرانيا يعني نهاية النظام العالمي الغربي المسيطر وهذا هما إذا يخسروه معناه سيكونون في يد الصين ولو بعد عشرين خمسة وعشرين سنة لا تنسى أن من كل خمسة أفراد في العالم واحد صيني بالمناسبة رأى عنده مشكل كبير تالكورونا بولا كركم ما تبعتهاش كثير لأن الخبار رأى مركز على أوكرانيا رأى فيه تقريبا مئتين مليون صيني إما تحت الحجز الكامل إما تحت الحجر الكامل إما تحت الحجر النسبي بما فيها الكبرى وشونغهاي هي واحدة من أعظم المدن الصينية وأكثرها تجارة في العالم ومدن أخرى مئتين مليون الأسباب قال لك لماذا كأن سببين كأن تفسير عندما تفسير الأول قالوا أنه ممكن لادوز وهذه التي تهمنا في الجزائر الفاكسين الصيني لم يكن فعال وكأن قالوا لا هذا النوعية التي جاءتهم جاءتهم نوعية جديدة وما كانوا حاضرين لها وأن الصينيين يحبوا ما يكون عندهم زير وما يسمى زير كوفيد إلى آخره وهذا الذي خلاهم يمشوا في وضع الحجر لتقريبا 200 مليون شخص لكن موضوع أن ممكن الفاكسين الصيني لم يكن فعال هذا الآن رح أتروح على السح وإذا كلم لم يكن فعال فعرفوا باللي في الجزيرة وأغلبية الفاكسين اللي درتوه هو الفاكسين الصيني لأن الجماعة داروا الفاكسين فايزر الألماني كنت حكيت لكم في هذا الوقت أعطوهم عشر الاف فاكسين فايزر الدو هما وعائلاتهم والقرب منهم والشعب جابوا للصيني والروسي والمشكلة ممكن جدا تكون أن الفاكسين الصيني لم يكن فعال على كل هذا من بعد من بعد إيبان واحد لو غير يكتب أسروحك أسروحك يوم إحنا من السوش رواح إحنا إحنا ربي سبحانه وتعالى وإحنا نامنا باليوم ما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ولو خفت البشر لك توقفت من زمان رئيس 27 سنة لم تتوقف التهديدات والتخويفات والمحاولات رأس الحكمة مخافة الله إذا كانت عندك هذه القاعدة وهذه القناعة ما تخافش البشر وتعرف أن البشر في النهاية لن ينفذ إلا ما هو مكتوب عليك لكن أخذ واحد طبعا يأخذ حذره ما فيش نقاش لكن التخويف معايا رهما يمشيش باش نعود لل نرجع للفكرة الرئيسية الآن الأمور تغيرت جماعة الجناح الروسي داخل الجيش الجزائري في وضع سيء والجماعة التي كانوا الجناح التي ما أعتبر جناح فرنسي غربي بدأت تطلع لهم القرون برغم أن جزء منهم نحاوة لكن بدأوا يشوفوا باللي نحن يرمبلاسوهم إلى بوتين طاح ولا الروس انتهوا بهزيمة حتى منكرة حتى هزيمة محدودة خلاص جماعة شنغريح وخاصة أن الجماعة أنت الجناح الروسي لا يتعلم أنهم لا يتعلم في تبون يعرفون باللي تبون متلاعب وأن تبون إلا يرضى عليه ماكرون هذا هو الدنيا وما فيها بالنسبة لتبون رضا ماكرون هو خير من رضا الله هو خير من رضا الوالدين هو خير من رضا الشعب ماكرون وماكرون رضا خمسة سنوات نظرك وحتى يفكر بشيء الجزائر طبعا قبل ما يأتي بشروط شروط فرنسية الآن يقولون باللي يجمع فاغنر جزء كان في ليبيا دوه الأوكرانية جزء كان في مالي دوه الأوكرانية ما زال عندهم في ليبيا وشوية في مالي لكن من كل الأماكن يحتاج فوتين يحتاج السوريين مجموعات حتى بعض الميليشيات بعض الميليشيات يقولون من جهة كازاخستان إلى آخره ويحتاج المقاتلين جمعة الشيشان الشيشان هم القوة الضاربة في ماريو بول الشيشان تاقذيروف كان شيشانيين يقاتلوا مع بوتين وكان شيشانيين يقاتلوا مع الأوكران والروس السوريين أيضا كان سوريين يقاتلوا مع بوتين وسوريين يقاتلوا مع الأوكران أو مع الروس ومع الأوكران الآن رأيهم في حالة اضطراب جماعة الجنح الروسي وقناعتهم الراسخة بأن تبون في لحظة معينة يصدر قرار بالإيطاحة بشنغريح في البداية تتم الإيطاحة به ويقول فقط أن شنغريح طلب من رئيس الجمهورية لأسباب صحية أن يؤفيه من مهامه أو يستنوا خمسة جويلية ويقولوا أنه في إطار تشبيب الجيش وووووو فإن صيد الفريق شنغريح طلب من أن يتم إعفاءه وقال أن تبون أعفاء شنغريح وجاب فلان فلان إلى آخره هذه اللي هم يتوقعوها الآن ورهم خايفين رهم خايفين لأنهم عارفين أن تأثير ماكرون على تبون تأثير كبير ويعتقدوا أن فيها اتصالات سرية خلفية ما بين تبون وما بين السلطات الفرنسية في اعتقاد هذا الاعتقاد رهم موجود عندهم هذا يخليهم يكونوا في حالة من الحالتين إما يسبقوا هما ويطيحوا بيتبون وهذا صعب موش سهل صعب جدا لأن ماذا سيكون التبرير ماذا إلا إذا استمرت مشكلة الزيت والحليب والسميد واستمرت كل هذه المشاكل وهذه القلاقل والآن رهي النقابات عباش تخرج والحرك ممكن يعود يخرج إذا شافوا حالة من أو يعتبروا أنها في حالة من الفوضى ريحلها يقدروا يطيحوا بيتبون على أساس أن تبون فشل وأنهم يأتون يذهبون إلى مرحلة انتقالية أو يأتون بشخص بديل أو 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 بمعنى أن جماعة شنقريحة الجناح الروسي داخل الجيش عموما عنده خوف الآن موش من الجناح الفرنسي لأن هذا أصلا ضعيف عنده خوف رهيب من تبون الجنيرالات اللي معاه تبون عنده مجموعة جنيرالات كاين واحد ثلاثة والله مستشارين معاه في الرئاسة وكاين آخرين خارج الرئاسة وهذو اللي خارج الرئاسة هم اللي ممكن يحسموا الأمر وهذو اللي خارج الرئاسة جزء منهم في الحرس الجمهوري جزء في الأمن الرئاسي وجزء في بعض النواحي فهذو اللي ممكن إذا أصدر قرار ما عنده الشنقريحون يروح لأنه يتلفونون ويقول اسمع نحن رح ننفذ قرار رئيس جمهورية ولن تستطيع أن تخرج على قرار رئيس جمهورية ففي حالة توطر ولذلك هذه الزيارات المتتالية للنواحي وحتى تهجم شنقريحة على رشاد لم يكن من فراغ حاب يقول لهم رح أن عدوة حتخرونا نجمعه وهي رشاد حاب تديرنا الإرهاب ولذلك أنا قلت لكم انتظروا هجومات جديدة علينا بما فيها في مجلة الجيش اللي رح تصدر غضوة ولا بعد غضوة هجوم حنيف ولكن مش مجلة الجيش برك رح نخرجوا أفراد رح نخرجوا أشخاص رح نخرجوا مواقع رح تزيد التهجومات بعد العيد لكن اللي مشكل لديهم مشكل هو هذا جونيف 8 فبراير 2022 بيان صحفي منظمة رايل الدولية إنها خطوة عملاقة في مكافحة الإفلات من العقاب عقدة النيابة العامة للكونفيدرالية السويسرية جلسة الاستماع الأخيرة لخالد نزار ويخلف ملف النيابة العامة أنه تم ارتكاب وحسب ملف النيابة العامة أنه تم ارتكاب العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أثناء قيادة سيد نزار للطغمة العسكرية وشغله منصب وزير الدفاع في بداية الحرب الأهلية الجزائرية وبعد أكثر عشر سنوات من التحقيق والعديد من التقلبات والمنعطفات القانونية تفتح نهاية الإجراء الطريق أمام إحالة سيد نزار للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية بخصوص وقايا خطيرة للغاية تشكل تواطئا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإعدام خرج نطق القضاء والتعذيب والاختفال القصري مش رح نقرأ لكم الأخر كنا تكلمنا عليه في وقته في ثمانية ساعة عشر فبراير ممكن ترجعوله ممكن نوضعوا البيان هذا أيضا تقرأوه لكن هذا زاد دار لهم رعب حقيقي قبل الحرب تعروست على الأكران قبل الحرب تعروست على الأكران كانوا قضيتين قضيت بونويرا دارت لهم رعب حقيقي وهزتهم هز رهيب ثم جات قضية نزار تقريبا كانوا متقاربين جدا كانوا متقاربين جدا بعدها بأسبوع عشرية جات قضية نزار وهي لأول مرة محكمة أجنبية تعتبر أن ما حدث في الجزائر كان حربا وتعتبر أن وزير الدفاع أقدم وتواطى في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أكبر تهمتين ممكن أن توجه للإنسان في أي مكان في العالم ومهد تهمتين ارتكام جرائم حرب وارتكام جرائم ضد الإنسانية الذين كانوا معاه اللي كانوا في 1992 في رتب عليا عقداء عمداء ألوية معنيين بهذا الموضوع ربما اللي كانوا تحت مش معنيين كان يتلقوا أوامر لكن اللي كانوا في رتب قيادية معنيين شنجريحة معني ماذا كان؟ كان عقيدا قائدا لأركان الفرقة الأولى اللي كانت وين؟ في منطقة البويرة واش كان يدير من جماعة هبطو ربه للواد سامحوني على العبارة كما ذكرها كثير من الشهادات ولكن خاصة شهادة شهادة الكتاب تحل الحرب القادرة أنت أخونا سويدية الآن في هذه الشهادة ربما هنا نوجه شيء عملي تبارك معاولين معاولين علينا خلينا نكمل معاكم نحن نعطي المعلومات للناس في صفحة 123 يذكر سويدية أسماء أشخاص مدنيين أبرياء تم خطفهم في الأخضرية وتم قتلهم في مائة 94 بأوامر من العقيد سعيد شنجريح الذي كان يشغل وقتها قائد خطع عمليات لبويرة الصوب أسماء هؤلاء المدنيين الأبرياء الذين أمر شنجريحة بقتلهم هم الشقيقان بريطي شقيقان بيري فاريد قاضي فاتح عزراوي عبدالوهاب بوجمة محمد مسعودي محمد متاجر جمال مخازني والشقيقان بوصوفة هذا الأسماء على سبيل المثال طبعا كان أسماء كثيرة ربما أذكورها في الكتاب هذا وفي أماكن أخرى الأسماء اللي كانت في تلك المنطقة الناس اللي قتلوا أو خطفوا أو عذبوا أو أعدموا أو خططفوا ولم يظهر عليهم أي خبر أهاليهم يستطيعون رفع قضايا ضد شنجريحة وفق ماذا؟ وفق قرار المحكمة السويسرية لأدانة خالد نزار بأن ما حدث ما بين 92 و94 كان جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كيف يمكن رفع هذه القضايا؟ لأن هذه الأشياء المهمة هذه القضايا لازم أن توفر أمرين يتوفر أولا أن واحد أو وحدة من الأسماء الذين قتلوا ما بين 92 و99 عموما ولكن خاصة الذين قتلوا في منطقة لبويرة الأخذارية وما جاورهما أين كان شنجريحة هو مسؤول إذا كان واحد من أهل هؤلاء واحد فقط طبعا كلما كانوا أكثر كلما كانوا جيدة لكن لو كان يكون واحد فقط أو واحدة مثلها باباها مثلها أخوها مثلها خالها مثلها زوجها بنها أنت ما تلك أخوك باباك ما نشعارف أي واحد وتكون مقيم في أوروبا فإنك تستطيع أن ترفع قضية على السعيد شنجريحة اللي ره اليوم الفريق رئيس هيئة الأركان مش عارف إلى آخر كل هذه التسميات تستطيع أن ترفع عليه في أوروبا طبعا سويسرا أفضل لأن في سويسرا كاين أمبرسيدون ومن الأفضل تذهب لسويسرا لكن في أوروبا عموان لأنه رفعت القاضي في أوروبا سينظر فيها إذا كان البلاد انتاع وتتطبق ما يسمى بالاختصاص العالمي الاختصاص العالمي الاختصاص ستنظر في القضية وتعالجها إذا كان لا يطبقوش الاختصاص العالمي بعض الدول عندهم بعض الدول ما عندهم في أوروبا سيقول لك نحن هذه قضية ممكن تمشي لكن ممكن ليس لدينا تذهب لسويسرا أو تذهب لإسبانيا أو تذهب للدول التي تطبق الاختصاص العالمي الاختصاص العالمي ولماذا في أوروبا اللي نحن نعرف ساعد شنغريح يروح لأوروبا وموانو جبار مهن يروح لأوروبا ورئيس مكتب شنغريح يروح لأوروبا ورئيس قائمة من الجنرالات كنا ما حطينا مجموعة منهم وممكن نزيد ونحطوهم بالأسماء هذوك الأسماء نتاع الجنرالات حطوهم في جيبكم دلوا طبع الورقة حطها في جيبك اللي عنده أخوه اللي عنده أخته اللي عنده ابنه اللي عنده عمه اللي عنده نسيبه خاله المهم رباط عائلي يقدر يثبته قتلوه في تلك المرحلة أو خطفوه أو عذبوه أو خطفوه أو مزاج بان عليها تخبر أو سجنه يستطيع أن يرفع ضد شنغريحة وجنرالات هذا الموضوع بعض إخواني قالوا لهذا الموضوع سيكلفك حياتك أنا مستعد أنا مستعد وسأكون سعيد لو دفعت حياتي في قضية مثل هذه أو في قضية أي قضية حق سنكون سعداء لن نسمح لهم بأن يكرروا ما حدث في التسعينات ولن نسمح لهؤلاء المجرمين اللي ما سمعوش شعب وما تبقوش المادة السابعة أو الثامنة وراهم متربين علينا كجزيريين وراهم دايين البلاد للود وراهم يسجنوا في الناس وراهم يعتقلوا في الناس والناس تموت داخل السجون لن نسمح لهم إذا كان هذا يكلفنا حياتنا فليكن فليكن والله يقولها لكم وأنا بكل ارتياح بكل ارتياح لن يخيفنا أي بشر ترجمة نانسي قنقر